طيب معايا عبر الهاتف الان كابتننا الكبير كابتن عبد الزاهر السقى المدير الرياضي بناتي فيوتشار هو وحشني جدا بالمناسبة يعني ومفسود جدا لما قلو له كمان لما معانا على التليفون دلوقتي يا كابتن عبد الزاهر وحشني جدا حبيب هكريم حبيب فينك وفين ايامك وفين فطارك حبيب وفين فطارك انت يا كابتن عبد الزاهر لسا كنتising عنه بالمناسبة النهاردة اrul اخبار حضرتك اي اخبار حضرتك اي كل ذا الفل حبيب فيوتشر احنا خلاص احنا على وشك الانتهاء من الموسم لابد من الإشادة بفيوتشر كفريق أو فريقة عمل لفيوتشر فريق محترم جدا قدر يوصل للمرحلة دي من الدوري في أول موسم فهي إشادة مبدئية ولازم تقول لك كابتن عبزاري زي وصلته لهذه المرحلة الرائعة جدا بالقياس بفكرة أنك أول موسم في الدوري الحمد لله احنا بنحقق فكرة المشروع وده الشيء المهم والفكر وأن أنت ما يكون عندك إمكانيات إزاي تقدر تسخرها أنها تعمل منظومة كويسة هذا شيء مهم جدا أنا بشكر كل الناس لأنه ما فيش نجاح لحد بس طبعا بشكر الإدارة جدا أنها الحمد لله من ساعة ما بدأنا الشغل وهي ما بترفض لنش طلب أو بتعابنا بشكل كبير جدا فالإدارة طبعا قامت بدورها على أكمل وجه الجهاز الفني كابتن علي أهم على دوره أكمل اللاعبين بقوا وده الأهم يعني صحيح صحيح بيلعب دوره حد تاني كل واحد بيلعب دوره بيلعب دوره مية في المية عشان كده اللاعبة لما دخلت النادي لقت منظومة لقت سيستم لقت كبير فني عنده هدف بشكل كبير جدا لقت إدارة عندها هدف من أول يوم بنتكلم عليه هو المركز الرابع فكان لازم يصدقوا سقافة الفوز دي ليس موجودة غير في الأهل والزمالك بس صحيح يعني أن أنت تخش كل مباراة أنت عايز تفوز كانت الأمور صعبة جدا أن أنت إزاي تتزرعها في العيبة موجودة لسه متكونين من 13 نادي بسكوات مختلفة بأسماء كبيرة بشخصيتهم بجمهريتهم بكل ده إزاي تدخلوا في المنظومة ده الشيء كان صعب جدا بشكرهم عليه تحملونا بشكل كبير جدا ضغطناهم جامد ضغطناهم في الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا بحييهم لأنه هم اللي بينفزوا كل حاجة طيب كابتان عبدالزاهر الفكرة أنه فيوتشر أول موسم بياخد بطولة بطولة كأس الربطة بيوصل للكونفيدراليا الأفريقية وده إنجاز كبير جدا ما بيوصلوش أندية شركة في الدولة الممتازة على مدار السنين هل الحسم بتاع الكنفيدراليا وحسم كأس الربطة قالت شوية من الدوافع عند لعيب فيوتشر فيما تبقى من الموسم ولا كان لك دور في هذا الأمر ما فيش شك طبعا أن أنت كنت بتلعب على تارجد وهدف وحققته صحيح فبيبقى فيه نوع من مش عارف أسميه لكن أنت وصلت اللي أنت عاوزه أو اللعيبة حققت اللي أنت عاوزت عملت قلهم أنت لازم تدخل الرابع ولازم ندخل للكونفيدراليا ولازم ناخد بطولة كأس الربطة الاثنين حققوا في وقت والدورة لسه ما انتهاش فالدوافع هي الأهم شيء في الموضوع لذلك كنا لازم نخلق دوافع تانية جديدة أن احنا مش هناخد الرابع بس في الأسبوع السبعتاشر والتمنتاشر والعشرين والاستة وعشرين احنا طبعا الكلام كان بيتكلمه أن احنا في ناس هي الحق وهي وهي فكنا دايما بنحط له والدورة أن أنت مش مشكلة تروح رسميا مشكلة تروح أن كل الناس مقتنع عن أنت لازم لتروح والحمد لله بلقيها في الشارع جدا وأنا بقابل للناس التصورة كريمة أنت بقى لك سنة وبقى لك جمعور فعلا بيستنى ما تشاطر فده طبعا ده مكسب كبير جدا أنت بتلعب كرة حلوة بتلعب كرة حجومية بشكل كبير كويس جدا لك شخصية في الملعب فده طبعا حقق لك الموضوع لكن بعد كسر رابطة ما فيش شك أن الفرحة كانت كبيرة طبعا بطولة فريق أول موسيقى مش من لعيبة بس عشان ما نجيبش في جانب واحد سواء الإدارة سواء الجهاز الفني سواء الجهاز الإداري سواء اللاعبين طبعا عشان بعد ثلاثة أيام تفصل يا دي مش موجودة برضو غير في الأهل والزمالك انت تكسب بطولة وترجعت نفس على بطولة تانية والبنملاس بك أتبذر ساعات يعني طبعا يعني حتى الالي والزمالك لما بياخدوا بطولة ممكن المباراة اللي بعدها ينبش في أفضل أحوالهم لكن أنا عايزة أقول لك إن إحنا كلنا محظوظين إن إحنا تجمعنا مع بعض كل المنظومة لأنه كلنا كان عندنا هدف واحد بشكل كبير جدا مش أقول لك على كمية الشغل اللي بحصل خالص طبعا لكن الشغل دايما بيبان في الملعب دايما أقول لهم آخر حاجة آخر حاجة هو الملعب لكن فيه شغل كتير جدا جدا حصل قبل المنشاط وقبل أي يوم طيب كابتن عبدالزاير السؤال اللي جاي ليك يخص هو إدارة الكورة الموسم اللي جاي بكلام على المدير الرياضي بنادي فيوتشر أنت دلوقتي أكيد بتشتغل على الموسم اللي جاي لعبين هايبقوا مع الفريق لعبين هيرحلوا لعبين المفهود تضمهم الشكل هي بأي هل هتقدر تستغنى عن لعبين وتجيب لعبين آخرين ولا أنت مش ناوي تستغنى عن أي لعب وهتبكى على كل اللعبين وتزود عليهم يعني السياسة بتاعتك الموسم اللي جاي هتكون ماشية دون تسمية تسمية بعين هايبقوا قبل ما أقول لك دائما أشرحولك أنا كنت عايزة أشرحلك إحساس الفخر إزاي وإنت بتتعمل القرعة وبيتقال اسم فيوتشر طبعا يعني ده كان إحساس صراحة لا يوصف يعني كلنا كنا أنا قاعد أتفرج على القرعة تقريبا أنا أفتكر وإحنا أول يوم دخلنا في النادي إن أنا مش هيتقال اسم فيوتشر على الحاجة المحلية لا ده في الدولية وكمان في إفريقيا كل الناس قارفت من فيوتشر فده كان إحساس لحظة صح كل الفريق عليه ده فعلا إحساس بالنجاح إن أنت بتعمل لك قرعة من الكاف وقعد منتظر هتلاعد مين فطبعا ده كان إحساس شعور لا يوصف يعني صح لو جينا المرحلة اللي بعد كده فهي مرحلة تطوير للفريق واستمرار في النجاح وده شيء صعب جدا طبعا جدا لأن أنت تنجح ممكن تنجح لكن الاستمرار في النجاح هو الشيء الصعب جدا في التطوير طبعا طبعا فدرسنا نقطة الكوة والضعف في الفريق وإزاي احتياجتنا في الموسم اللي جاي وإزاي إن إحنا هنلعب في أربعة بطولات وإزاي إن إحنا هنبقى مسافرين وراجعين بطيارة عشان هنلقى هنتوفر في معسكرتان عشان هنلعب في الدوري وإن أنت عند القايمة لازم تلعب بيها لحد الدور الأولاني لحد شهر اثناشر اللي هو القيد اللي في نص السنة أن أنت تضيف سبع العائلة بس فطبعا كل دي طبعا بقى أنا شهر تقريبا يوم ما عرفنا أن احنا خلاص اشتركنا في كونفتوريا والقرعة طبعا مشغولين جدا في القايمة مشغولين من هيمشي من هيتعار من اللعبة موجود أمور صعبة جدا جدا في ظل أن أنت بتلعب برضو دوري ظل أن أنت عايز تريح لعيبة لأن أنت مش هتريح أصلا لأنت هتلعب يوم عشرة في أفريقيا فأنت ثلاثين فأنت ما عندكش أي رح تدي لعيبة إزاي وده أن نريح لعيبة الكابتن عالي بدأ ياخد مثلا ساعة سامير ما لعيبش آخر مطشوين فيريحه ياخد شوية رفعة ياخد شوية ندفد كل الناس اللي لعبت 100% جونسان فكل الناس اللي لعبت 100% بعض المطشط مش هتلاقيهم هتلاقهم واخد الرواح طيب كابتن عبد زاير أنت قلت الوقتي وحتى الأسماء أنت فيه أسماء أنت قلتها مش هالك هل كنت أسألك عنها أنت عندك عاطف وبوبو وأحمد رفعت وجونسان وكريم نيد يعني فيوتشر عمل يعني خلى الماركت بتاع الترانسفير الماركت السوق بتاع الانتقالات كل ما تيجي تقول الأهل عايز مين هتلاقي تلات أربعة أسماء من بيرمز مالك عايز مين هيقولك تلات أربعة أسماء من بيرمز بيرمز عايز مين تلات أربعة أسماء من فيوتشر عفوا هتلاقي دايما طول الوقت الناس بتدور على فيوتشر ولعب فيوتشر والتقلق بتاع لعب فيوتشر كلهم الموسم ده اللعبين الأسماء اللي أنا قلتها دي دون تحديد اسم بعينه هل فيهم أي أسماء ممكن يخرج من فيوتشر الموسم الجديد ولا مكملين مع الفريق والله بصة كريم أنا يعني أنا بفتخر جدا لما بتقالي الكلام ده على فكرة صحيح بفتخر إن إحنا كان عينينا حلوة جدا صحيح وإن إحنا أظهرنا اللعبة دي في أسحن صورة ليهم وما بزعلش لما بشوف كل الأسماء اللي أنت قلت عليها دي وفي أسماء تانية كمان ناس بتتكلم عليها فده طبعا نجاح نجاح كبير جدا للمنظومة كلها صحيح فكل أسماء اللي أنت قلت ده إحنا عندنا إفروكيا وعندنا كاس الرابط وعندنا كاس مصر وعندنا الدوري وعندنا أربع بطولات جايين من أسبوعين تقريبا المجلس إدارة قرر إن قوم الأساسي بتاع الفريق محدش هيمشي منه خلاص تماما فالليه لأن إحنا محتاجين كل حد ولو أنت مفتوح لك القيد لأن أنت مفتوح لك ممكن تعمل الموضوع اللي أنت بتقول عليه إن هي عملية الشراء والبيع والكلام ده كله وعلى فكرة أنت عشان تدخل في السوق لازم بتشتري وتبيع عشان تبيع بالضبط كده أنت أنت مش عايش في حتة لوحدك صحيح أنت أنت مفيش نادي في العالم يشتري وما بيبيعش منشستر سيتيا هو بيبيع خسس وستيلينج وبيبيع لعبة كبيرة في الفريق عشان يشتري لعبة تانية الموضوع طبيعي لكن عشان عندنا البطولات وعندنا سكواد يعتبر قليل شوية أو أول سنة لنا أو قام لسه أجمنش لدرجة أننا عندنا سنة وكنين لكن في الأول والآخر ده قرار الملاك النادي أو الناس اللي موجودين في الإدارة إنما فنيا أنا طبعا أنا عاوز عليهم كمان أيوة أنت عايز عليهم وكبت نعلم لو سألت أولا أنا عايز كمان عشر عليهم صحية صحية فلكن هو في الأول والآخر ده قرار مجلس ده رائع فتحين خطوط اتصال مع الأهلي والزمان اللي تاخدوا بينهم لعيبة على مستوى الأعرق أو البيع الموسم اللي جاي أنا بأتكلم بأسألك سؤال دلوقتي وإحنا لسه في الموسم أنا شخصيا لأ إحنا عندنا قدارة إدارة العليا هي اللي بتتواصل مع الموضوع ده لكن في الآخر بيرجعوا يقولوا إيه رأيها كابتن عبدالزار وكابتن علم بالزبط ما فيش كرار بتعمل من جير ما إحنا نكون عارفين فهمي لكن إيه اللي بيحصل فهم لحد الآن إحنا طيب أريد سألك على قرار الاتحاد الكورة مبارح بأن القائمة هتكون لكل الفرقة 30 لاعب وال5 أجانب هيفضلوا زي ما هم رأيك كيف القرار ده كنت عايز الرقم يبقى أقلي من 30 لاعب ولا هو 30 كويس الخمس أجانب موافق عليهم ولا مش موافق عليهم هو أنا بس القرار مش مش موحش لكن الناس اللي بتلعب في إفريقيا والناس اللي بتلعب في أكثر من بطولة زي أهل زمالك بيرامز دلوقتي محتاجين أكثر من 30 لاعب أظن ذلك ممكن يحصل استفنى للناس اللي بتلعب أو أنا مع أي قرار يقوله أي حد رسمي أنا أنا ما بحبش أختلف لأن أنا فعلا لما بختلف بحس أن المنظومة مهزوزة المنظومة ما بحسهاش نحن عايزين نجمد الناس عايزين نبقى في ظهرهم دايما عايزين يبقى عندنا نظوم حتى بلان يبقى موجود يعني الواحد من باقي جدا من حكاية التأجلات والحاجات عايزين نبقى دايما صبرت للناس المسؤولة طالما عطرفنا بهم ورشحناهم وخلاص يبقى لازم نكون موجودين أنا بس عايز عملية حوار بس يحصل مش أكتر والأقل يعني دايما مش أكتر والأقل إن قبل أي قرار لازم يحصل حوار يعني لازم تجيب مسؤولين النادي وتسألهم هل ده وكلنا بندور على المصلحة ومصلحة المنتخب يعني ما أقولكش أنا كنت سعيد جدا بمستر روي فيتوريا النهاردة كان موجود عندنا في النادي حاجة منتهج السؤال السؤال اللي جاي كان ليك أنت راجل من الأسماء التاريخية في منتخب مصر عادت النهاردة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أكيد دار بينك حوار بينك وبينه حوار مهم جدا وأكيد أنت تكلمت معاك كتير عن منتخب مصر وبالتأكيد سعلك عن بعض العبور إيه الكواليس هذه الجلسة مثلا فيتوريا بجد أنا شكرته جدا لأن فرحان بالفرقة جدا وسعيد بيها لأن نحن عندنا ناس صغرين في السن ولهم مستقبل كبير جدا وقال أن أنت تلعبوا كرة حلوة لكابتن علي وقال إيه المشاكل اللي عايزين في اللي جاي إيه اللي قدر أساعدكم بيه عشان تقدروا تطلعوا مستوى أعلى فطبعا النقاش راقي جدا من حد مسؤول عن جميع الفرق والمصلحته هو كمان صح فطبعا كان نقاش هيل جدا طبعا لما دخل طبعا وليأ بيكلمه الأول وبعد كده كابتن علي المدير الفني وبعد كده المسؤولين فهو مبسوط جدا بالنظام اللي عندنا الحمد لله رب العالمين قدرت كمان أنا بيكلمه على موضوع أن اللعاب المصري وإيه هو بيسأل اللعاب المصري بيحب إيه إيجابيات وإيه وسلبيات وإيه فعدنا نحكي له كتير حكيت له أن أنا خدت زلال بطولات وعشرت أجيال كتير جدا من الموضوع الشخصية المنتخب مفتقدينها بشكل كبير جدا وده الشيء المهم جدا وتنقشنا في حاجة كتير جدا هو قالك ايه بقى يا كابتن عبزاي هو بيسمع كويس جدا على فكرة بيسمع كويس جدا 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 يعني لما بنتكلم سواء أنا الأول اجتمعت به وقعد كده كابتن علي فنية اجتمع به لما بنتكلم بيسمع جدا 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 وبراظو وكلب البراظو ده على طول كمهام طبعا نتكلمنا طبعا كانت أكبر مشكلة عندنا وهي مشكلة الدورة طويل لكن ده وقعنا ولازم نشتغل عليه اتكلم كتير معك كده كابتن عمزاهر وكابتن مع اتكلم مع كابتن علي مار عن لعبين الشباب أنا لاحظت في أكتر من المناسبة أنه هو مهتم جدا باللعبين السغيرين جدا جدا آه طبعا جدا صح آه جدا جدا الحتة دي عنده بشكل كبير جدا آه وهو عقب الفرع عشان كده خلي بالك احنا من من أكتر ناس سمير جنش أسماء كبيرة بس اللي احنا عندنا في الإجمالي متقاصل في العمار عندنا كويس جدا صحيح صحيح آه آه هو اتكلم طبعا عن النشئين وانه وانه ازاي اللعيب المصري يوصل لأعلى حاجة آه كان بيسأل الكابتن علي الموضوع ده آه فالكابتن علي رد عليه وقال له آه لو انت اهتمت دي هتلاقيه راح في حتة يعني آه وجود أصلا آه النهارده مدير الفني المنتخب اللعيبة كلها كتعاجة تقول له أنا هو صح صح أنا هو يعني ممكن أسلم عليك فأبدأ أبدأ مدير الفني المنتخب بس جاي نادي فده احساس للعيبة كله كل واقف منتخب كابتن عبد زاير أبدأ أعجابه باللعبين معينين دلوقتي هو هو حافظ طبعا الناس اللي راحت المنتخب شكله مذاكر كواس جدا أنه هو عمر كمال ورفعت وعاطف وكل الناس اللي راحت منتخب قال أنا عارفت أن انتوا راح منكم أربعة وخمسة وكان عبد المنم عندوك وبعد كده راح حافظ يعني موضوع صحيح صحيح بقال لكش أسماء جديدة من لو شافهم في الموراة اللي فاتت لا هو قال وإحنا رشحنا بس أنا ما بحبش الكواليس دي عنده هو هو قال بعد أسبوع عشرة يعني تقريبا أنا أقول حتى نصقنا موضوع إن إحنا ممكن نريحهم عشان هو لما يروحوا هناك يكونوا هم مرتحين آه يعني نعم لدينا عندنا كمان الأورشن ده يعني اللاعبين اللي هنلاقيهم مرتحين في المباراة اللي جاية اللي في يوتشار دول راحوا المنتخب خلاص نفهم كده نفهم كده حبيب بكري حبيب أكبت عبزار دايما مشرف ودايما مننور ودايما ناجح ومتعلق في كل شي أشكرك شكرا جزيلا كابتن عبزار الساقة على مدير رياضي بي نادي فيوشار لسا مكملين مال